خاضعة للضغط الإيراني في أي قرار تتخذهه هكذا هي حكومة عادل عبد المهدي بعيون دولية تراقب ما يجري في العراق عن كثب فتصف الوضع السياسي فيه بتجرد ففي أحدث تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية بشأن العراق ترى فيه أن الحكومة التي تشكلت برئاسة عادل عبد المهدي بعد انتخابات أيار البرلمانية عام 2018 حكومة خاضعة للنفوذ الإيراني عبر وكلائها المنتشرين في بلاد الرافدين نفوذ جعل مؤسسات الدولة هشة وأنتج قوات حكومية ضعيفة أما حكومة عبد المهدي فلا سبيل لها في إيقاف ميليشيات الحشد المدعومة من طهران وبشأن موقف الحكومة من التصعيد الجاري بين واشنطن وطهران تقول مجموعة الأزمات إن أي تصعيد عسكري ستلجأ له الميليشيات في العراق ستقف أمامه الحكومة مكتوفة الأيدي رغم أن الحشد يتبع قرارات رئيس الحكومة لكن على الأرض الأمر مغاير تماما شمس الحقيقة في العراق التي بيّنت بأن ميليشيا الحشد لها اليد الطولة في صنع القرار السياسي منذ تشكيلها لا يغطيها غربال التصريحات الحكومية التي تحاول نفي ذلك إذ تنقل مجموعة الأزمات الدولية تصريحا لأحد أعضاء حزب الدعوة يقول فيه وبوضوح إن فصيل المالكي في الحزب سيختار الجانب الإيراني في حال اندلاع حرب بين أمريكا وإيران والحال نفسه بالنسبة لجميع فصائل الحشد التي ستعمل بعيدا عن إمرة الحكومة في بغداد أما بالنسبة للعراق كدولة فإنه أصبح بالفعل ساحة لحرب الأجانب تقول مجلة فورين بوليسي الأمريكية وصفة مصير السيادة التي يزعم السياسيون بأنها ما زالت موجودة المجلة الأمريكية تضيف في تقرير لها أن حكومة عادل عبد المهدي تجد موضوع الموازنة والوقوف على الحياد بين أمريكا وإيران أمرا صعبا للغاية الأمر الذي يهدد وجود الحكومة نفسها في حال اندلاع الحرب